اشتركوا في القناة لو فيها امر مهم جدا برضو منحب نحط الضوء عليه ونشارك حضراتكم معنا النص التالي بي معانا فقرة حوارية فقرتنا النهاردة عن احد الفرق في النادي الاهلي الحقيقة من الفرق اللي بتشتغل فيه صمت مالهمش صوت مفيش صخب مفيش شكوى بيشتغلوا بهدوء بياخدوا بطولة تلوى الاخرى سنين طويلة عاملين انجاز كبير جدا عفوا الا وهو فريق كرة اليد للسيدات الفريق ده الحقيقة السنة اللي فاتت او اللي قابلها عشان نبقى دقيق في كلامي كان مر بدروب اللي هالسنة اللي حصل فيها اللوك داون بتاع كرونا وتولى المسئولية بعد اللوك داون على طول كان كابتن ايحا يوسف المدير الفني وكان عندنا مشكلة اصابات وجيل بيبطل وبتاع فقد نلقب بطولة الدول كابتن ايحا يوسف المدير الفني يشتغل على الفرق جمع اللعيبة اللي رجع من اصابة واللي جاهز واستعان باحد اللاعبات المحترفات من تونس سندس حشانة وعمل فرقة محترمة جدا جدا وحصت كل البطولة السنة اللي فات السنة دي هو ماشي بشكل الحمدلله هو الفريق وكل اللاعبات بشكل جاي جدا الدور الاول الاعلامة الكاملة الرايح جاي فوز كامل اتأهلنا للدور اللي بعد كده ان شاء الله عندهم اكيد تخطيط وعندهم اكيد بلان هيمشوا عليها عشان يحافظوا على الانجاز اللي حصل السنة اللي فاتت ان شاء الله لسنوات قادمة هيكون معانا كابتنية حيوسف المدير الفني في الفقرة الحوارية هيكون معانا لعبة الفريق ليلة هيسم وايضا لعبة الفريق صارة الخولي هنتكلم معهم في كل شيء هتعرفوا منهم ليه الفرقة دي متفوقة بالشكل ده هنعرف كتير عن كرة اليد تابعونا ان شاء الله في الفقرة الحوارية الاول قبل ما اروح طبعا لاخبارنا هنروح لاخبار الابرز النهاردة داخل جدران النادي الاهلي يمكن اولهم كان طبعا فوز النادي الاهلي بجائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي كاحسن نادي عربي وتسلم الجائزة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في حفل رائع طبعا كان يعني كلنا شاهدناه وتابعناه بحاجة يعني جميلة جدا طيب الجائزة دي يعني اكيد في قيمتها حاجة مهمة جدا النادي الاهلي بس خلينا اقول لكم ان الجائزة دي بيش بس عشان انجازات النادي الاهلي الرياضية وده الجميل في الجائزة لو اخدنا بنا من القرار او من البيان اللي طلعه النادي الاهلي البيان خلينا نقول البيان اللي طلعه النادي الاهلي في وصف هذه او كلمة كابتن محمود الخطيب الجائزة مش بس عشان احنا اخدنا بطولات وده النادي الاهلي وهو ده النادي الاهلي ولكن الجائزة بتتسلم لمؤسسة النادي الاهلي المؤسسة الاقتصادية جانب الى جنب بالمؤسسة الرياضية طب يعني ايه اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله النادي الأهلي مؤسسة أصبحت ذات تمويل ذاتي ذات تمويل ذاتي النادي الأهلي بما ورده برقم واحد طبعا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيساند النادي الأهلي بشعار النادي الأهلي اللي تبنى على مدار سنين طويلة أصبح تريد مارك على مستوى العالم كله كله في العالم يعرف لوجو النادي الأهلي يشوفه يعرفه زي ريال مادويد وبرشلونة ده نعكس اقتصاديا أنه أن أصبح النادي الأهلي تمويل صاحب التمويل الذاتي وخلينا أقول لحضراتكم أن ده ضمن للنادي الأهلي العبور بر الأمان خلال أو من يعني بعد أزمة كورونا اللي هزت العالم كله فيه أندية كتير جدا حتى الآن بتعاني من أزمة كورونا النادي الأهلي بفكره الاقتصادي المؤسسي الكبير مر من هذا من هذه الأزمة بكل نجاح بكل نجاح واستمر في حظ البطولات مش بس على كرة القدم وأيضا على الألعاب الأخرى وأنا بقول ما أدري يعني بقول أنا عارف أنا بقول إيه الألعاب الأخرى أيضا نحن النادي الأهلي نجح في بناء 3 فرق أو 6 فرق رجال وسيدات على الألعاب الأخرى أقوى فرق في مصر في ظل أزمة كورونا وهو نجاح شافته الأصحاب طبعا المسؤولين عن هذه الجائزة شافوا أن ده نجاح كبير أن أنت تعبر بالنادي بتاعك إلى بر الأمان طبعا ده تكريم لكابتن محمود الخطيب طبعا كرئيس نادي ودي الدورة التانية لأنه هو عاصر للأزمة كورونا هو كان رئيس المجلس في الفترة دي وهو اللي قدر يعبر بيها وده يرجعنا بالذاكرة لحاجة مهمة لو تفتكروا السنة اللي فاتت النادي الأهلي أعلن عندد شين تلت شركات تلت شركات كنا طبعا استعرضناهم مع حضراتكم ومجلس أدارتهم وعلى أبرزهم يعني أو اللي يهمنا كالجمهور النادي الأهلي هو كان شركة الكورة طبعا يعني وتخططهم المستقبلي بصي كمان نافذة كبيرة جدا على المستقبل هتعمل ايه في اللي جاي ازاي تنافس الأنديال العالمية والأفريقية بشكل يضمن لك الريادة مش بس على مستوى المحلي والقر أيضا العالمي كل الكلام ده المسؤولين عن الجائزة شافوا النادي الأهلي تفوق فيه باقتدار والجميل في الجائزة هنا انها مش جائزة راضية فقط جائزة مؤسسية واحنا بنفخر كلنا ان احنا منتمين لهذه المؤسسة النادي الأهلي اللي عايش في قلوبنا كلنا طبعا ألف من يوم مبروك كابتن محمود الخطيب ألف من يوم مبروك مجلس إدارة بالكامل ألف من يوم مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم سر قوة هذا النادي هو جمهور النادي الأهلي العظيم بالملايين داخل وخارج مصر خنروح للخبر التاني أو للحدث الأبرز وهو النهاردة الصدوء أو إصدار اللجنة اللونبية قرار جديد باعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي وإضافة طبعا السيد العمري فاروق كنائب بعد حصله على حكم قضائي بحقيته أو يعني بموقفه السليم أو موقف نادي الأهلي السليم في فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس هنا عندي تلت دروس تلت دروس يا جماعة لازم يعني ندرسهم لولادنا في التعامل مع هذه الأزمة آه تعامل مع هذه الأزمة حصل بنجاح واقتدار واحد النادي الأهلي بعد هذا القرار اللي شايفينه اللي بيعتبر انتصار كبير طبعا لإرادة الجمال الأمومية في الأول انتصار إرادة الجمال الأمومية النادي الأهلي أكتر أنديت مصر ملتزم باللوايح لو النادي الأهلي كان موقفه اللقيحي أو اللوايحي مش مظبوط ما كانش استطاع في فترة قصيرة نويز بتحقه يبقى النادي الأهلي أول درس يا جماعة اللي احنا بنقوله في حكم المحكمة اللي صدر اللي صالح للسيد العمري فاروق هو يزبط صحة كلامنا مش احنا اللي بنقول النادي الأهلي بيلتزم باللوايح هو أكتر مؤسسة الرضاية في مصر مش هنقول أكتر عشان بس ما يعني من أكتر مؤسسة الرضاية في مصر التزاما باللوايح طيب هنروح لمعالجة النادي الأهلي للأزمة منذ أتحدثت تاني يوم الانتخابات يعني المعالجة للأزمة حصل بدون ضجيج ما حصلش أي تصرحات خارج النص بيان بيطلع من النادي الأهلي بيتنشر على صفحته ولا كلام يعني الكلام كله كان منصب من النادي الأهلي موقفه سليم وهندافع عن حق النادي الأهلي أكيد وهنسبت صحة موقفنا من خلال اللجوء إلى طبعا القضاء العادل الشامخ عشان النادي الأهلي يسبت صحة كلامه كان معالجة الازمة كان فيه هدوء شديد جدا شديد جدا يعني بتحصل بعض الأزمات دي في بعض النوادي وبينلاقي أمور بتحصل ولكن النادي الأهلي مش كده خالص النادي الأهلي تعامل مع الآزمة حتى الكابتن عامري فرق أو السادة العامري فرق نفسه لم يصدر منه أي تصريح لبعد الأزمة ولا قبل الأزمة ولا أثناء الأزمة ولا أي شيء احنا نادي الأهلي عارف طريقه وعارف بيروح إزاي يلجأ لي مين وعارف طالما أنت في الأول طالما أنت في الأول ملتزم باللوايح متأكد من سلامة موقفك فأنت ما همكش أي حاجة كان زمان فيه مثل مثل دايما أهلنا كان يقوله لك يقولك دايما يعني امشي قدر يحترع دوك فيك يعني مثل كده شعبي بسيط ولكن هو ليه يعني مغزة كون احنا بنقوله في يعني في الأماكن الشعبية والأسر وبتاع بس وليه مغزة يعني مغزة التزم باللوايح والقوانين وانت مش هبق عندك أي مشكلة مش هبق عندك أي مشكلة فأي حاجة تقدر تتحقق بسرعة وبيهدوء وبدون أي انفعال النادي الأهلي تعامل مع الأزمة بحكمة ألف مليون مبروك مجلس دارة نادي الأهلي ألف مليون مبروك السيد العامل فاروق الحقيقة يعني أكيد ده انتصار لإرادة جمالة عمومية ومبروك أيضا لجمالة عمومية أنه قدر مجلس دارة الحالي والنادي الأهلي وطبعا السيد العامل فاروق أنه ينفذ قرار أو إرادة الجمعية العمومية من خلال طبعاً لجوء للقضاء مصر الشامخ شكراً جزيلاً خلينا نروح لأخبارنا ده كان الكلام كله عن الخبرين الأول خلاص كده نروح لأخبارنا ونبتدي بكرة ألياد كرة ألياد في النادي الأهلي أنتوا عارفين طبعاً اللي كان مأخر لنا الدنيا هي مطشاط المنتخب منتخب بطوط أفريكا تأجلت فجأة بدأ الدور يتبضر يجي بادري بعد ما كان يتأجل شهرين بقينا داخلين في الجد على طول فالنادي الأهلي عمل شوية مطشاط تجربية عمل مطش مع منتخب السعودية فوزنا 45-40 وبعا كده لعبنا الجزيرة من غير الدوليين فوزنا نتيجة 36-32 وعملنا مطش تالت مع الطيران وفوزنا الحمد لله بـ 37-31 فرقيتنا بتستعد من خلال مطشاط دي لاستيناف الدوري ولا هيكون كمان أسبوع بإذن الله وهيكون بداية مطشاط يوم 17 نناير مع سموحة مطش قوي يا رب يا رب إن شاء الله الدوري للفريق فريق بيتعب وبيشتغل وقافع نفسه وما فيش تصرحات ما فيش كلام بيشتغل ويا رب بيوفقهم مرحلة اللي جاية فيها مين الأهلي زمالك تلاقي جيش سبورتينج البنك الأهلي سموحة عايز أقول لكم حاجة عشان تعرفوا قوة الدور البنك الأهلي استغل فتح التوقف وسافر تونس نادي البنك الأهلي في كورة اليد سافر تونس عمل مطشاط مع الأفريقي ومطشاط مع الترجي ومطشاط مع الساحل الأفريقي الساحل والأفريقي النجم الساحل والأفريقي بيستعدوا للدورة تخلين البنك الأهلي اللي احنا بتتكره في أول حلقة اتكلمنا عن صعوده للستة اللي فوق قلنا إن ده إنجاز كبير ودي حاجة تسعدنا إن الأندية كتير بتخش تدعم اللعبة بتدخ يعني استثمارات بتخلي لعيبة بتعرف لعيبة المنتخبات فالبنك الأهلي كبنك أهلي لا بيعمل معسكة في تونس إذن الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا 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 وبيدير طبعا البنك الأهلي عمر الجيوشي مدير فن كبير نجم من نجوم الجيل الزهبي فطبعا دي حاجة كويسة بس دايما كل ما هو أهلي طبعا حاجة كويسة بس اللي عايز أقوله لكم إنه الفترة اللي جاية فترة صعبة مطشاط قوية آه مطشاط قوية هنروح نلعب بره وجوه في أي ملعب بس أنا ثقة والله كل ثقة في الجهاز الفني بالقايدة قابتن طريق محروس لما يبزلوا من جهد والجهاز المعاون معاه طبعا وكل ثقة في اللاعبين إنه هم فعلا نفسهم يسعدوا جمهورنا دي أهلي وربنا أكيد بإذن الله هيكلل مجودهم ده بالنجاح طيب هنروح لكرة تسلى رجالك كان عندنا أول مطش مبارح يوم السبت مع سبورتينج كنا بلعب سبورتينج هناك وده كان أول مباراة في الدور الثاني الدور الأول السبع مباريات فوزنا خمسة خسرنا اتنين الدور الثاني بدأنا سبورتينج مباراة هناك كانت صعبة جدا كانت صعبة جدا خاصة إن كان عندنا إصابات وغيابات فوزنا على سبورتينج من نتيجة 82-79 وده يعني نتيجة كويسة وستارتينج كويس في العودة مطشات العودة المطش اللي جاي يوم الثلاثة إن شاء الله ما مصير التسالات الساعة تمانية يوم الثلاثة وده مطش مهم جدا وإن شاء الله هننقللهم على شاشة قاتل نادي لها ونعمل في سنة تحليلي زي ما عودنا حضراتكم عشان نقرب من الفرقة ونشوف أخبار أو لست أبديت زي ما بيقوله أو آخر يعني أخبار الفريق ودلوقتي فيه ثلاث فرق عندنا فيه ثلاث فرق في الدوري متساويه في المركز تقريبا الفرق ما بيه يعني الاتحاد أول إحنا تاني فرق نقطة واحدة نقطة واحدة فإذن فيه ثلاث فرق الثلاثة زي بعض بس بالترتيب النقط حطوا الاتحاد الأول أنا شوفت مبارح فرق الأهداف مش فرق النقط أنا بكلم آه معلش أنا مش قصدي النقط لو هو ترتيب النقط لأ نقطة واحدة بس قصدي الأهداف السكور فرق السكور نقطة واحدة منه بالاتحاد وبيننا المصرية برضو لتسات فرق قليل فإذن المباريات أو التلاتة دول المتشاط ما بينهم من بعد هتبقى متشاط بالضعف بالضبل فمباراتنا اللي جاي مع مصير التسات احنا كنا فوزنا في الدور الأول هناك وكانت مباراة صعبة جدا مصير التسات بالمناسبة فاسد على الاتحاد رائح جاي ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا لنا ومباراة مبارح مصير التسات والاتحاد الاتحاد كان ليدنك في بداية المباراة 18-0 18-0 لسالح الاتحاد سكندري ونجحت المصير التسات تأمل come back ورمون تادها يا الأعظم أنا في رأيي في تاريخ كورة السلة المصرية كلها ونجحوا أنهم يخشوا على نهاية المباراة ويحسموا المباراة 80-75 يعني الاتحاد السكندري حتى أقل من 60 نقطة في باية المباراة ومصير التسات حتى 80 نقطة ده برضو يرجع لأنه عندهم يعني محترف هدف جدا إذا مباراتنا القادمة ومن ثلاث مباراة صعبة عندنا غيابات لسه عندنا غيابات وضف عليهم كمان أحمد مهيب اللي بيعاني من ألام في الرجبة يعني عندنا إصابات وكان تومسون كان اشتكى من كورونا وبعد كده الحمد لله أعمل مسحة تانية كان سلبية لعب المباراة اللي فات ما كانش تمر برضو الناس يعني برضو عشان تبقى عارفة الكواليس تومسون ما تمرنش قبل مباراة سبورتنج لعب المباراة بس فكل الأمور دي كانت برضو يعني خلت السكور يبقى تاتا بونت بس بس أقولكم حاجة نفسي أقولها معلش استحملوني في موضوع كرة تسلة والسكور اللي بيخلص قريب في الماتشات لعلمكم دي أكبر استفادة هتقول لي أنا لما أكسب عشرين بونت يا كابتن وبتاع ببقى مرتاح وعصابها دي يا لأ بس السكور لما بيمشي اكوى الجيم وبتكسب صدقني الامبكت والاستفادة بتاعت الماتش أنا كنت لعيه باسكت وعار التأثير على الفرقة تأثير بوزوتيف أو تأثير إيجابي هائل ليه بقى بتتعود تكسب والماتش قريب فأنت في الماتشات الجام ده بعد كده وحيبقى عندك ثقة من جواك انت هتكسب هتكسب وشي ما بيحصل فرقة الكرة رقم اتنين استفادة كبيرة جدا للعيبة الزغيرين عبدالله ناصر وعندك عمر زهران عندك محمود وليد اللعيبة الزغيرين دول لما أنا برنيه في الملعب ويكسب في آخر دقيقة أو الاتنين بيتنمى عنده ثقة المكسب ودي تسعين في المئة من المكسب إذن السكور اللي بيخلص قليل ده أنا شايفه فيه ميزة ولكن مع عودة المصابين بتهيئة اللي سكور هيبقى أفضل من كده كتير وطبع حضراتكم عارفين ان حصل تدعمات وامور كتيرا ان شاء الله اكيد هتبقى أمور بوزتي بإذن الله ان شاء الله عشان وطبعا انتوا عارفين نادي أهل الله يؤلن عن شيء إلا بعد أن يتم تماما ويبقى في إيدينا كرنيه اللاعب كرنيه اللاعب عشان فيه كلام ده مضى ده احنا بنقرأ في الصفحات كلها ولكن نادي الأهلي بقى في إيده كرنيه اللاعب أو كدير رنسي بتاع اللاعب النادي الأهلي يعني خلينا نروح للخبر اللي بعد كده سبورتينج والأهلي كرة سلة سيدات ان برحكت المباراة في صورة الأميرة عبدالله الفيصل سبورتينج فاز على الأهلي بنتيجة يمكن كام يا جماعة بالنتيجة كان فرق يمكن لأ 14 نقطة أنا قاسف نتيجة 14 نقطة أنا مش مهم النتيجة كاما نفاك 14 نقطة والحقيقة النادي الأهلي كان عنده غيابات كتيرة جدا أنا ما بجيبش مبرر الخسار ولكن لما يكون عندك أكبر هدفين اتنين في الفرقة نادين وثورية اللي هم الأفريج بتاعهم كل لعبة على الأقل وإحنا بنتكلم كده وهم وحشين 15 بنت لكل لعبة عندك نادين مش أنا اللي بقول نادين هدفة أفريقيا ثورية أحسن لعبة في أفريقيا لما يبقى عندك الاتنين دول مصابين وضيف عليهم مين بقى كمان ياريت دول بس المصابين وضيف عليهم عندك دين عامر كابت الفريق مصابة عندك آية الفئة سنتر نادا نافق سنتر جانا الألفي كل دول مصابين بالإضافة طبعا لثورية و نادين السلعوي يعني اللي أصدأ أقوله لكم إيه اللي أصدأ أقوله لكم إنه مع ذلك احنا بنخسر آه بنخسر ولكن برضو ستة وتمانية وسبعين ستة وتمانية وسبعين المبران تحت أنا فاكر 14 لأننا لحقت من آخر خمس دقائق في النادي كده فطبعا تعرفين ثورية رباط صليبة بتستعد الباقي طبعا كنا محتاجين نتطمن عليه فعشان كده كاميرا الأبطار راحت الملعب عملنا تقرير مع طبيب التفريق عشان نعرف الدنيا لأنه مهم ده اللي همنا دلوقتي احنا كده كده كان مهم جدا نعرف أخبار المصابي هو ده اللي همني أنما دلوقتي أنا في الترتيب هطلع إن شاء الله هو كامل بس يهمني هخش الدور الجاي كامل نشوف التقرير ده ورجع لحضراتك عندنا سوريا كانت هي كانت أول إصابة لنا السيزون ده أول إصابة قوية يعني كان عندها قطع في الروباط الصريبي هي الحمد لله عملت العملية هي دلوقتي فترة التأهيل عندنا برضو كان زيها جايدة هي جايدة من الناس المساعدة للفريل الأول كان برضو عندها رباط صريبي وهي دلوقتي في فترة الإعداد برضو عندنا جنة الألفي في نحية دورة المرتبط تتصابة إصابة قوية شوية إنه هي داست على كورة فحصل لها سبرين أنكل وحصل لها يعني قطع في الأربط في كذا رباط فهي هتحتاج برضو فترة تأهيل هي دلوقتي في فترة تأهيل وعندنا كمان كان دين سلعوي مبارح برضو حعندها يعني لفت لفة غلط كده فكانت ربتها وارمة شوية وبس هما دلت يعني الإصابات اللي عندنا ودينا عمر آخر برضو إصابة في مطش الجزيرة دين عمر كتن فريل جلها سبرين إحنا لسه بنحولها للدكتور وهنشوف إذا كان هي عملت كان عندها قطع في رباط معين كده فلسه تتحول إن شاء الله للدكتور وهنشوف هنعمل إحنا كنا متجمعين في المنتخب مع كابتن شريف عزمي كان نقص خمس أيام أربع أيام على الصفر كان في التمرين عادي صبت صبت يوم خمسة وعشرين سبعة بس فعملت عملت العملية في شهر تسعة ودلوقتي في التأهيل أهو قبل آخر حاجات في التأهيل نقص حاجات بسيطة إن شاء الله وهارجع لهم إن شاء الله أحساس طبعا وحش قوي أن أنت خلاص يعني بقول لك خلاص إذا وإحنا طلعين الطيارة كأس العالم مرة واحدة رجلكي تروح منك كهو كدأ ربنا يعني مش بتحس بحاجة هو بتيجي كده بس الصدمة بقف اللي هو تروحي للدكتور يقول لك أن أنت عندك قطع جزئي بعد كده لازم تعملي صليبي علشان لو هتكمل الرياضة وتبقي كويسة بس هي صنف كيها بس إن شاء الله هنعدي يعني هو التأهيل بيبقى ست شهور أنا دلوقتي في الشهر الرابع إن شاء الله شهرين شهرين ونص كده على حسب برضو ما الدكتور يقول أنا يعني حالتي إيه لأن إحنا مش كلنا زي بعض لما هلاقي إن شاء الله نفسي كويسة وكده مش هتأخر وعلى طول هنزل ندي الأهلي ولو فيه منتخب إن شاء الله هبقى فيه شفتوا إحنا حبينا بس طبعا أنا لبشكر فريق العامل على تقريد الحقيقة لأن إحنا جبنا لكم أو جبنا لحضراتكم وضع الفريق وضع الإصابات أنا ما بجيبش مبرر الإصابة نهائي خالص بالعكس إحنا ندي الأهلي بمان حضر وطول عمرنا بنقول كده ولكن إنت شفتوا الإصابات يعني جانا الألف إصابة أطعف كذا رباط في الأنكل عندك ثرية صليبة جيدة اللي يعني شفنا التقرير معها برضو كانت من أحد المساعدات يعني الموضوع ما ينال الإصابات وهذا ليهمني إن شاء الله نحن نجهز أكتر عدد ممكن يجهز للأدوار النهائية ولما كانت فرقتنا كاملة الفترة اللي فاتت وكب السسناء الثرية كسبنا كل ماتشات أنا مش الآن خالص ومنهم ماتش سبورتين كسبنا حاجة و30 بونت أنا مش الآن اللي أنا يعني أعمل حسابه أو فكر فيه أو أسأل فيه أو أنا كابلنامج أتبعه ووضع المصابين أنا ثقة لو المصابين كاملين إن شاء الله يرجعوا إن شاء الله الفرقة هيبقى لها شكل تاني هنروح للكرة الطائرة رجال حضركم عارفين الدول الأول خلص ذهابا وإيابا عندنا ماتشين ماتش مؤجل من سوق الأحوال الجوية كان مع الإسكندرين البترول وماتش تاني هو لنهاية الجولة الأخيرة وهيكون مع نادي سبورتنج إن شاء الله الماتشين هيتلعبه كالآتي ماتش بكرة مع سبورتنج في سلطه ماتش بعد بكرة مع إسكندرين البترول في الاتحاد إسكندرين بالشاطبي دول المبريتين ودي ميزة الحمد لله إنهم خدوا الماتشين وراء بعض طب المحترف بتاعنا جارت رجع آه رجع وإن شاء الله يشارك بشكل كويس ونتطم أن نشارك يعني وليعك فرقتنا لعبت لحد دلوقتي تمام الماتشات زي ماتش بكرة ونفزنا كلهم نتيجة واحدة ثلاثة صف فرقتنا ضمنة التأهل للدور التاني الدور التاني هيبقى أقوى لأنها بقى فيه بقى هنلاعب طرق الجيش وهنلاعب كمان بتروجيت ومصر البترول يعني بتهيلي طبعا تلات فرق أقوية هيبقى دور أقوى مش هنلاعب اللي احنا ساعدنا معهم تاني وبعد كده منلاعب التلاتة التانيين هياخدوا طبعا هيرتبونا ترتيب أول أربعة مع أول أربعة ناحة التانية ونلعب بست بقى نلعب ماتشات أدوار إكسائية تمانية من الأول للتامن وبعد كده نعمل أدوار إكسائية دوري طويل إن شاء الله بس نتمنى بس جماعة أنا عايز أقول حاجة برضو شهادة للحق اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الكابتن ياسر أمر الحقيقة من ساعة ما جاء أنا يعني بقول إنه هو من الاتحادات اللي من أول يوم حسنا أن يفرق بأمانة إحنا دايما بنشيد بالحاجة الكويسة والحاجة اللي بحتاجة انتقاد للمصلحة بنقول بأمانة اتحاد كرة الطائرة من الاتحادات اللي من أول يوم اشتغلوا وبالمناسبة بنقول لكابتن ياسر أمر ألف مليون سلامة إصابته فيروس كورونا إن شاء الله يكون أحسن من الأول ويرجع ويتمثل للشفاء كل الدعوات للشفاء ليه الحقيقة لأنه هو من الناس القامة الكبيرة في الكرة الطائرة وعايز أقول لكم برضو حاجة كويسة إنه من ساعة مأول مجيلا إنه فيه اختلاف انتظام جدول المواعيد المباريات جدول أو شكل جديد للمسابقة على مستوى حتى الناشئين سيطرة تواجد بيانات إعلامية تعديل لوائح بأمانة من الاتحادات اللي شغالة لو مشينا كده السنتين ونصف ثلاثة بتهيئة لكرة الطائرة إن شاء الله هترجع هترجع لتاني سبع ده وهتلاقي اللعيبة حبة لما تلاقي أنت نظام كده هتلاقي اللعيبة حبة تبقى موجودة وتنال شرف تمثيل منتخب مصر لأنه أنت هتروح وفي نفس الوقت هتكسب فطبعا الموضوع ماشي كويس نتمنى كل اتحادات تكون كده وهو دم جديد الحقيقة وفكر جديد ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله اتحاد الكرة الطائرة طيب هنروح للكرة الطائرة سيدات عندنا مباراة بكرة مع الصيد مباراة بكرة مع الصيد في صالة الأمير صالة الشهداء بالصالة الزغيرة بمقار نادي أهلي بالجزيرة مباراة دي مهمة الصيد السنة اللي فاتت تعبنا آخر تعب في الدوري والكاس حقيقة وانتوا عارفين فرقتنا مكملة سلسلة الانتصارات خلاص احنا قسرنا العالم قسرنا الرقم العالمي ومكملين وعايزين يروحوا للمية زي الرجال آخر ماتش كان مسبورت انكسبنا 3-0 بكرة ماتش مهم جدا مع الصيد والصيد عاملين جيل محترم وفرقة محترم وماتش صعب مهم منفوز به بنفس النتيجة منفوز بها دايما 3-0 عشان نكمل سلسلة الانتصارات احنا معنا 24 نقطة من الفوز في كامل مباراتنا في 8 ماتشات وبييجي من ورانا نادي الزمالك كسب مع 23 نقطة من 9 ماتشات يعني خسر مباراة لان طبعا لو حضراتكم حسبته هتلاقي لعب خسر من السبورت هتلاقي لعب ماتش زياد احنا لعبين 8 نادي زمالك لعب 9 طبعا مستنين منفريتنا انهم يكملوا زي ما قلتوا لحضراتكم كل الانتصارات كل التوفيق اللي كانت الحمد الصافي واللعبات هننوح للسكواش انتوا عارفين مصطفى عسل كنا قلنا لحضراتكم الحلقة اللي قبل الفاتت انه هروح يلعب بطولة هيوست المفتوح للتنس للسكواش انا اسف ونجح مصطفى عسل دي صورة بطلنا مصطفى عسل انه يحصد المركز الثالث المشكلة انه خسر في قبل النهاي من المصنف الأول على مين علي فرج بنتيجة 3-2 في ماتش ماراثوني استمر ل82 دي الف مبروكة مصطفى ان شاء الله اللي جاي افضل مصطفى على الخامس على العالم دولة الترتيب العالمي جوائز البطولة دي رقم عادي باني نسمعه في السكواش عادي مجموعة جوائزة 110 الف دولار حاجة يعني ما شاء الله الواحد بيفكر يعني يرجع لعب سكواش تاني حاجة لا يعني حاجة جمد وعاز بقولكم السكواش لعبة مجهدة جدا انا جربت لعبها بامان مش بهزر بامانة لعبة مجهدة جدا 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 وعندنا كمان يوشف سليمان لعبنا حق النتيجة كويسة ووصل لدور التمان احنا تمن بحط الدوق على لعبتنا مصطفى عسل اه طبعا نجم كبير ولكن معانا كمان نجم يوشف سليمان احد اللاعبين اللي طالعين بقوة الساروخ وصل لدور التمانية الف مبروك كمان يوشف سليمان ان شاء الله القادم ولولا ان هو قابل علي فرج اللي خد البطولة تقريبا صح اه بيلعب الفاينال النهاردة لولا انه قابل علي فرج في دور التمانية اتصور ان يوشف سليمان كان ممكن يكمل مبروك يوسف مبروك مصطفى عسل خلينا نطلع للفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد اهلا بحضركم الجديد وبفكركم النهاردة طبعا في فقرتنا الحوارية هيكون معانا النجوم او نجمات كرة اليد سيدات في نادي الاهلي لانه طبعا الفريق ده زي ما قلنا في البداية من الفرق الحقيقة اللي بتبزي المجهود ونتائج ملاش حس الحقيقة بصراحة يعني وبتحافظ على نتيجها وانتصاراتها سنين طويلة وبفكركم هيكون معانا ان شاء الله كالتنيح يوسف المدير الفني وليلة هيثم لعبة الفريق وصارة الخوري ايضا لعبة الفريق هيكونوا معانا ونتكلم في كل الامور يتخص الفريق ونطمنكم ايضا على سير الفريق قبل ما يخش الادوار النهائية من ضمن الاتحادات واحنا كدورنا دورنا كمان احنا كبرنامج الابطال ان احنا نشيد من الاتحادات اللي عامل شغل ومن ضمن هذه الاتحادات الريشة الطائرة الريشة الطائرة نجحوا ان هم يروح للومبياد وعملوا انجازات كبيرة يمكن نتائج هتكون افضل فترة جاية بعد ما بدأوا يوصلوا الى علامات ادهم حاتم وضوحة هاني وشاركان ببطولة الهند الدولية للريشة الطائرة ادهم حاتم وضوحة هاني لعبة منتخبنا الوطني للريشة الطائرة سفروا اول مرح علشان يشاركوا في بطولة الهند الدولية ولا هتتلعب في الفترة من تمانية والحد تلاتاشر يناير اللي احنا فيه الثنائي هيشارك في البطولة دي علشان يحفظوا على التصنيف العلامي ليهم خصوصا ان البطولة من البطولات المدرجة في اجندة الاتحاد الدولي لللعبة الورع ما جاتش سهلة طبعا لان حطاتهم في وش العيبة مصنفين وميزين وكمان هيلعبوا على ارضهم وهم ابطال الهند على فكرة الهند من الدول المتقدمة جدا في اللعبة دي اذا مشاركتهم هي مشاركة جيدة خبرات عنا ان شاء الله على باريس 24 ان شاء الله منتخب مصر هناك حقق نتيجة كويسة وهم الاتنين دول او اللعيبة دول شاركوا في الولمبيات اللي فاتت وبالاضافة لزميرتهم التالتة هادية حسني وده للمرة الاولى في التاريخ ان احنا نشارك في الولمبيات كل التوفيق للعبات او لعبين منتخب المصر ريشة الطائرة طيب هنروح ليه في ريال اشرف في ريال اشرف في حضرتكم عارفين طبعا نجمتنا الولمبية كانت او حصلت على جائزة الابداع الرياضي ايضا كاحسر رياضية على الوطن العربي فيه طبعا جائزة محمد بن راشد اللي طبعا تقلت فيها النادي الاهلي ايضا جائزته ولكن المناعها كورونا للأسف في ريال بتخضع دلوقتي العزل وبتاخد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا وفي ريال قايت على فيسبوك وطبعا دي كانت صورة لتصرحها قايت انها مش هتقدر تتسلم الجائزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا هذه طبعا الصورة الف مليون سلام عليك يا في ريال ان شاء الله ترجعي افضل من الاول وكانت في ريال فازت بالجائزة بعد مكسبت ذهبية اولمبياد توكيو الاخيرة في الكراتيه في منافسات وزن 68 كيلو جرام بعد ما كسبت بطولة ايطاليا في النهاية او بطلة ايطاليا في النهاية خلينا اقول لكم حاجة ان طبعا في ريال اشرف من النمزج الرياضية المشرفة ليه لان محدش كان متوقع ان هي هتكسب مديليا في ريال لما راحت وطلعت نشرة الاتحادات واللجنة الامبياد المصرية بمين مرشحين ياخدوا مديليات فوق الامبياد توكيو في ريال وده نموذج او قدوة لكل الرياضيين مش لازم تكون رايح البطولة وانت يعني عامل نتائج كبيرة جدا وممكن تبقى رايح والناس مش بتوقع عليك تكسب وتكسب ويا ما شفناها حتى في كورة القدم منتخب مصر يا مكان الناس مش بتوقع له يكسب وبيكسب والعكس صحيح ممكن تبقى مصنف وما تكسبش ففي ريال اشرف قصة نجاح ويعني قصة بتدينا كلنا امل ان اللي جاي افضل اشتغل وتعب واسيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكافأك ولما ربنا بيجمن عنده المكافأة بتبقى احسن مكافأة زي ما احنا شايفين ما شاء الله في ريال مش ملاحق على الجواز طيب هنروح لخبر مهم والخبر ده في صورة نداء احنا طالما طالما احنا في البرنامج حذرنا من موضوع المنشطات وشفنا وجبنا نمازج كتير جدا وناس جليها انزلقت في موضوع المنشطات بدون قصد وشفنا ايضا رفع الاسقال وقدين مديليات اللي احنا خسرناها بسبب اللي قافنا من اللعب الدولي حازم خميس رئيس مجلس ادارة المنظمة المصرية مكافحة المنشطات النادو قال تصريح قال ايه قال قائمة المحظورات الجديدة للمنشطات بدأ تطبقها من اول يناير الجاري طبعا ده صورة دكتور حازم خميس طيب ايه الجديد في الخبر لا خلي بالكم نشرة المنشطات او القائمة بتاعت المنشطات الليستة بتاعت المنشطات بتعمل لها ابديت وبتعمل لها تحديث كل فترة التحديث صدر وبدأ تطبيقهم الاول يناير فالدكتور حازم بيناشد كل الاتحادات الرياضية والدكاتر او اللعيبة بضرورة الحذر وانهم يسألوا بشكل مستمر عن جدول المواد المحظورة خوفا من الوقوع في فاخ المنشطات واحنا بنضم صوتنا لصوتها كدكتور حازم وحذر الدكتور ان اي حد رياضي يبصوا بقى اللي جاي ده واحنا بنقول هنا لكل الرياضيين اي حد رياضي هياخد دواء برد يرجع لدكتور واحنا في الشتر وادوية البرد منتشرة وما كانش كورونا بيبقى دور برد عادي فما تاخدش دواء من نفسك من فضلك يا رياضي مصري لو انت عندك بطولة دولية تفتيش مفاجئ وعندك برد خد دواء البرد وروح بيه لدكتورك ليه لان ادوية البرد بيبقى فيها كورتزون بانواعه والكورتزون ده بديكم مثل ده الدكتور حازم الايل الكورتزون بكل انواعه محرم كمنشطات فانترنتي لو ما تاخد دول تاخد دواء برد من دماغ او قطرة قطرة عين قطرة انف كل ده جوه اللستة فيا جماعة بعديسنا حضراتكم يا راديم مصر ونبدأ ننبه وانواعي وده الوعي عندك مشكلة دواء بسبليمنتل مكاملات غزائية عندك مش عارف يخد يا باشا الحاجة زي بنتا كده واطلع بيها على الدكتور حازم خميس بنفسه مش اقولك لا المنظمة بالزبط كده كده ليها صفحة وليها بياناتك خش كده على جوجل اكتب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو هيجي لك كل الكونتكتس بتاعتها سواء ارقام تليفونات ايمينات كله هتبعد والله هيردوا عليك وانا بقولك انا عرف انا بقولك هم موجودين عشان كده هيساعدوك ويقولك تعالى ولو محتاج حتى مساعدة في نشرة في حاجة هيساعدوك فيا جماعة بعد اذنكم خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم عشان من اضطرش نروح لإقاف تاني او لعيب يتوقف ويكون مرشح لمديليا ان شاء الله يكون في باريس مرشح او حاجة ولا أسف تعطلوا المنشطات واحنا يعني اتعثرنا في هذا المطب كتير يعني خاصة كان مع طبعا رهاب عبد الرحمن في طبعا اللعاب القوة قبل ريادو جينيرو وزلال الإقاف كان معاه مستمر معاه في بطولة توكيو اللي فاتت وايضا كمان رفع الأسقال لما توقف لنا ست سبع لعيبة وبالتالي توقفت مصر على المشاركة وحرامنا المديليا او اتنين على الأقل في توكيو عشرين عشرين كده كون أخبارنا انتهت هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكابتن يحيا يوسف المدير الفني الفريق قولة الياد بسيدات وايضا لعيبة الفريق أهلا بحضراتكم الجديد في البداية برحب الكابتن يحيا يوسف المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد سيدات ولم نورنا في الستوديو أهلا بيك كابتن يحيا أهلا بك كابتن يحيا ولم نور قناة نادي الأهل حبيب ربنا نخليك برحب بلعبة الفريق لأيلة هيسم اللي منورانا النهاردة في قناة النادي الأهل أهلا بيك يا لأيلة أهلا بيك يا لأيلة أعزائي مشاهدين جاهزنا تقرير عن الفريق الفتر الفاتت نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن يحيى يوسف في فرض سيطرته على أرقام المرحلة الأولى من دور العموم للموسم الحالي 2021-2022 فسيدات المارد الأحمر استطعنا الفوز في كل مباريات المجموعة الأولى بعد اكتساح الجميع والفوز في 18 مباراة بدون هزيمة أو تعادل وكرر الفريق الفوز على كل من مركز شباب شتة الأنعام الترسانة اتحاد الشرطة الرياضي منوف الرياضي هليو ليدو 6 أكتوبر سموحة الطيران والشمس ذهابا وإيابا وكان الشياطين الحمر أصحاب أقوى هجوم في هذا الدور بعد تسجيل 697 هدفا كما استطاع الدفاع أن يكون الأقوى بعد تلقيه 265 هدفا فقط بالرغم أن سيدات القلعة الحمراء خذنا 18 مباراة فيما استقبل سبورتينج السكندري وهو متصدر المجموعة الثانية 271 هدفا بالرغم من خوضه لـ 16 مباراة فقط في المرحلة الأولى بسبب أن مجموعة كانت تضم ثماني فرق فقط إلى جواره وتأهل رفقة النسر الأهلوي للمرحلة الثانية من الدوري فريقاء الشمس والطيران من المجموعة الأولى وأنديت سبورتينج الرياضي. الزمالك الجزيرة من المجموعة الثانية ويسعى الجهاز الفني لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للهيمنة على بطولات الموسم المحلي مثل ما حدث الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية عقب التتويج بدور العمومي وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن يح يمكن موسم حتى الآن الحمد لله موفق. كلمنا عن البدايات يمكن بدايات الموسم كله بيبقى اي مدير فني بيبقى ليه بلان محطوطة. كلمنا عن بداية الموسم. بداية طبعاً احنا الموسم اللي فات طبعاً الحمد لله ربنا اكرمنا وخدنا التربة وطلاطة اللي كانوا لينا في السهل اللي فاتت. عشان تجاهز للسنة اللي بعدها بتبقى الدنيا اصعب شوية بحيث ان الدنيا كل فرقة بتقوين نفسها برضو. وانت بفروض ان انت تشتغل على الحاجات على اخر حاجات انت اشتغلت عليها. واخر طريقة اللي اشتغلت عليها عشان تطور من نفسك طبعاً. بداية الموسم كانت طبعاً ان انا عدت مع البنات اتكلمت معاهم. كتير الموسم ده هيكون اصعب من السهل اللي فاتت انت عشان تحافظ على اللي انت عملته السهل اللي فاتت انت كنت تسهل قبلها كنت اخفقت في ثلاث بطولات فانت ترجع الثلاث بطولات تاني وده حقك انت تعبت فيه في ثمان شهور رجعتهم في ثمان شهور ده الموضوع هيبقى يكون صعب. فكلمت معاهم كتير ان المرحلة الجاية يكون صعبة وهما وهم طبعاً عارفوا طريقة طبعاً في الطريق التعامل يعني في التدريب او في النادي يعني. بس بدينا طبعاً في الصعبات اللي قبلك تكتوب يعني ايه الصعبات اللي انت حدا كنت تشايفها في بداية الموسم وانه انت كنت محتاج تشتغل عليها. يعني انا حدا كنت قلت انه عشان حافظ على لازم اطور من نفسي اتحدى او صلح بشكل. انت كنت شايف ايه اللي كان عندك المشاكل هل في عجزة في مراكز هل في اعداد معين هل في ناحية بدنية ايه المشاكل انت كنت شايف. هو بص هو طبعاً هو في عندي عجزة في مراكز بس اصلاً ما فيش يعني يعني لعب في مصر او نادي يقدر يديك لعيدة معينة يعني. وطبعاً حالين معي اه محل اه بتسمو ايه. اللي هو اعداد بدني طبعاً معي اه طبعاً معي الموسم. حجزنا طبعاً الحمد لله كل حاجة. يمتدلوا صلاحيات. اه طبعاً طبعاً. يعني في مديرين فانيين ما بيدوش صلاحيات او بيبقى من خلالك. لا لا طبعاً واشا غيري وانا عدت معاً طبعاً وبشوف انا هشتغل ايه. مثلاً إذا كان البرنامج الشارع او البرنامج الاسبوع او البرنامج اليومي دائماً بيقعد معي وكده بحيث ان احنا بنجهز لبنات. اصلاً ودائماً في مرشات دائماً بكون ضعيفة عندي او 3 او 4 مرشات او 3 أسابيع واربعات بشتغل بعلل حمل. امتى بحيث ان انا بعد كده عندي اخر كان اخر مرشات في دول اول واخر مرشات في دول التاني. هما اقوى 3 او 4 مرشات بالنسبة لي فكنت بعلل الحمل في النشاط الضعيفة. بحيث ان انا اعلى او هنزل الحمل معهم وكمل اصلاً اخر 3 او 4 مرشات. هي ظروف من اولها كنت انا طبعاً مكان من البنايات ان الموسم صعب. فمنشار عليها واحنا بنشار كمان على نهاية الموسم. احنا مثلاً دلوقتي في حال التوقف اصلاً كان. الجدول لسه منزلش. ديت عشر تيام اجازة فنبدأ ان شاء الله الثلاث اللي جاي فاطل العادة تانية خالص. بحيث ان كمان المرشات اللي جاية دي هكون اصعب ان انت بتواجه اقوى 6 فرق. او اقوى 5 فرق فبقى كل المرشات صعبة. بحيث ان انت كمان عاستفضل راكب الجدول في كل المرشات. وربنا يكرمنا. خلينا نشوف برضو ليلة ليلة. يعني انت في البداية الموسم انت الحمد لله كان لديك دور كبير جداً سالكات. في الفوز وان احنا نتوق بالترد بطولات. اي لعب ببداية كل الموسم بيشوف مشكلته ايه. ايه النواقص اللي عنده. انا كان عندي مشكلة السنة الفات. كان عندي اصابة مش كويسة. كان عندي رجليه مش عارف ايه. كان عندي ناحل بدنية. ايه انت اشتغلت على نفسك ازاي بداية الموسم؟ انا شفت الموسم اللي فات كان ايه اللي نقصني. ومن الاول كده كنت قاعدت مع كابتن يحيا. قلت له انا عايزة اركز على اللي نقصني كذا وكذا. طب ايه كجا وكجا دو. يعني مثلا عشان انا اكثر مثلا بدافع. فعشان كده باش دايما باخد من كابتن محمد سليمان. الغلطات بتاعتي في الدفاع. باخدها مع كابتن يحيا وكابتن محمد بردو. باتكلم مع كابتن يحيا بقوله ايه صحينا. فالتاملية مثلا كابتن يشتغل معي يقولي يركزي مثلا على الجزء ده اللي نقصني. الجزء ده اللي انا مثلا مش بركز فيه. البلوكات مثلا تاملية خاصة للبلوكات. عشان يعني اغلب الفرق فيهم ناس بتشوت من بره. فده جزء مهم قوي. نازم تقابلي بدري. او يعني مثلا او. الاول كان في مشكلة مثلا في المقابلة. كابتن قاعد معنا. او قاعد مع الناس اللي بيرعبوا برضو في نفس المركز ده. هل هي بقاعدة بس ولا بتترجب لتدريب. يعني هل انت بتتمراني على ده. بتروحي بتقدي. بتبقي شايفة مثلا انا محتاجة اجي ازود تاملية الواحدة. يعني كلمينا برضو ازاي بتشتغلي على المشاكل دي جوا الملعة. او في الاول طبعا انا باخد زي ما قلت الحريكل باخد الموتوط من كابتن محمد سليمان. وبارده على كابتن يحيا. وبقوله يعني مثلا الجزء ده مثلا ما بطلعش قابل. فلا تبقى فيه تاملية خاصة للدفاع. فكابتن بيقض معينا. وفي التاملية بنطبق بقى الكلام ده. يعني مثلا اتنين في المركز ثلاثة. لا نقض مع بعض. ونشتغل اللي يطلع يقابل ينزل يغطي على الفروة التاني. بالطريقة دي والبلوكات برضو مع بعض. يعني احنا بنترجم اللي بنشوفه من كابتن محمد سليمان. بنترجيبه في الملعب على طول. طب ليلى انت طبعا بحكم مركزك وبحكم وجودك في الملعب. فانت بتصطدم بالمهاجمين الأقوية في كل فرقة. ده هو ده طبيعي جدا. شايفة يعني السنة دي الفرق كلها. الشمس وسبورتينج. والفرق اللي بتنفسنا بشكل مطيران وغيره وغيره. شايفين الفرق التاني أفضل من السنة اللي فاتت. ولا شايفة الدنيا هي هي. لا هو طبعا كل موسم كل فرقة بتحاول ان يتعالي من مستواها. واللعيبة طبعا بيتمرنوا أكتر. وبيشوفونا زي ما احنا بنشوفهم بالضبط. سواء بقى مدر حل للأداء أو بيتفرجوا على المواتشات القديمة. فبيحاول يطور نفسهم. فلا هي المنافسة أصعب. وده يخليني احنا نتمرن أكتر. وعشان نحافظ على التالي بطولات اللي احنا أخذناه. يعني انت شايفة ان المنافسة السنة دي أصعب. اوه عشان نحافظ على التالي بطولات اللي احنا أخذناه. صحيح. انت سهل تكسب بشانت تحافظ على مكسابك سنين أكتر. طب يعني بنظر على الفرق التانية شايفين الدنيا. يعني انا شايف حتى من التقرير. كان سبورتينج يمكن ماشي كويس. يمكن احنا أقوى منه دفاعيا. وده حاجة تحسيب لك طبعا. تحسيب لكل اللعيبة اللي بتدفع في الفريق أكيد. ولكن يعني احنا داخلنا على الفاتة الجد. شايفة ان احنا ممكن يكون في صعوبة في المتشاط. شايفة فيه محتاجين دعم أكتر. محتاجين المصابين يرجعوا. يعني شايف الخطوة اللي جاي. وطبعا احنا محتاجين كل واحد في الفرقة. طبعا محتاجين المصابين يرجعوا تاني. بس احنا الحمد لله يعني الأحسن الدفاع والأحسن والأقوى هجوم كمان. بسكرات عالية جدا من المتشاط اللي فاتت. المتشاط اللي جايه أصعبة. بس احنا الحمد لله يعني احنا أحسن منهم. العناصر الفرقة بتاعتنا كويسة جدا. معناها جهاز فني طبعا عالي جدا. ولا ان شاء الله نكسب يعني. طب شايفة اقوى فرقة ممكن في السنة دي مع النادي الأهلمي. يعني دائما بيبقى عينك. انت تبقى ليك رؤية كلاعب. مين اقوى فرقة معنا. خاصة نحنا مكناش مجموعة واحدة. ممكن بس اللي اللي هيبه فيه شوية في المطر يعني سبورتنج بس. سبورتنج. بس احنا ان شاء الله يعني هنكسب يعني. ان شاء الله يعني ان شايفة ان هو ممكن يكون سبورتنج يعني. وخلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا وهي. كابتن يحي كان بيتكلم انه ممكن عنده نقص في المراكز. بس مش سهل ان انت تقدر تشتري لعبة من اي نادي. انتو كان لعبة ممكن اكتر من لعبة تلعب اكتر من المركز. كان انت حقيقي ولا. هو كلام ده حقيقي. وحصل الموسم الفات لما ناصرة كانت بتلعب باك. بقى تلعب فروض وبتلعب وينك. فلع عندنا اللعبة ممكن لعبه في كذا مركزي. يعني مثلا تندس المحترفة بتاعتنا. ممكن تلعب باك ليفت ممكن تلعب باك رايت. الهابات عندنا مثلا مريم شرباجي اسراء. بيلعبه برضو في الباك رايت. بيلعبه في الباك ليفت. فعندنا الخط الخافي ممكن لعب في اي مكان يتحط فيه عيد. تالي ده حاجة برضو يا كابتن يعني بأمانها. يعني حاجة كويسة جدا. زي الليلة بتقوله ان يعني حتى قالت بالاسامي. انت يعني تعود العجز اللي عندك في بعض المراكز. وانت ما عندكش القدرة تجيب لعيبة. فعندك جوكرز في الفرقة بيروحوا هنا بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا. هل ده احد الحلول اللي انت بتلجأ لها؟ اكيد طبعا عنده حلول انت مش هجيب مني ان انت ما عندكش في المركز. مثلا عندي مركز الوينجليفت حاليا هو مرويش اللي لعيبة واحدة بس فريدة. فلما بستعين مثلا بحد من فريد الناشئات الشابات يعني. سعادهم برافو. مركزهم يا كابتن مسح. لا انا عندي فرح وينجليفت. عندي روان جوكر برضو ممكن تلعب باكليفت. فريد الناشئات. هما لعبوا معي اخر مرشاط بمرش الشمس ده عندي. عندي من الحلس المرمى طبعا عشان عندي مشكلة. اه اه اه. عندي رحمة برضو بتلعب سنترهوف. باخد كذا على حسب احتياجي انا في المرشاط فبحتاجهم معي. بس هما الاربعة دولات بصفة مستمرة هما بلعبوا معي. يعني بهم مشكلة معي سكاة روان ومنا ورحمة وفرح. عندي طبعا كذا لعبة في جو الفريق. بممكن يلعب وقتا يعني النصر زمالي القالي. طبعا عندي اسراء بتلعب سنترهوف وبتلعب وينجي. نفس الكلام مثلا. دايما السنترهوفات تقدر توزعهم يلعبوا في الخط الخلف. هذه المشكلة اللي عندي. عندي مشكلة في الباكليفت. عندي عجزي وكدا. كمان عندي صراحة حسام بطالة سترهوفات. عندي مشكلة برضو فيها. أني كان فيها يرى شحاتها برضو. كان إصابة وكلفة. فمعرفش ستجريها السنيني. هي دي المشكلة كهب يتوييني. بس لقدر انت تقدر توزف. حد من الفريق دي حاجة كويسة أصلا. أنت عندك حل. أحدك قلت أن انت بتسعد. من الفريق الشبات. وتعمل يعني منوفر باللعيبة اللي بترعف أكثر. في المركز خاصة الخط الخلفي. بيقدروا السنترهوفات يلعبوا في الخط الخلفي كله. يعني انت عندك حلول بتدربية تتغلب مع ذا. ونفس الوقت تعالي ناحية البدنية. عشان لو احتاجت تحمل على العيبة أكثر. طبعا. يعني أنا كمان استنادي. في حوالي 12 أو 15 مطش ساعاتي. حراس مرمس 2004. إن أنا عندي أصلا عندي مشكلة في حراس المرمس. لا عندي 2004 ببقاليك بنت واحدة تلعب معك في المنشاط. وأنا كان عندي مشكلة في حراس المرمس كاية موني خالع. وكان عندي أي طبعا الصابت. وكان ما عنديش اللاجون واحد. طبعا مني أخبارها أي دلوقتي يا كتب. مني إن شاء الله على آخر شهر واحد إن شاء الله هتنزل معا. إن شاء الله. لا مش لسا هتبدأ. لسا هتبدأ معنا. إن شاء الله. ممكن في خلال عشر تيام كده أو أسبوعين هتنزل معنا إن شاء الله. طبعا الدنيا كويس جدا. طبعا عندي بردو آية كانت مصابة مفوضة إن هي ترجع عندي ليلا شريف. خلالها كانت الفريق بردو كل مصابين. من كنت الضغط اللي عندي. كنا حرسين إن حالك تبقى معنا عشان نحط الجمهور. خاصة المطشات مش بنقدر نزعها. ما حالك فاهم؟ هم بيجوا على نفسهم كتير قوي إن هم دائما مصابين. ولكن دائما يكون عندك عجز أو مطش مهم جدا. لازم بيجوا على نفسهم قوي إن هم يربطوا عشان قبل الزبط. عشان يقدروا يلعبوا. ده حصل كتير في معظم المطشات يعني. أنا قد دلوقتي لعبين 18 مطش. فعلا. طب ليلا أوليلي يعني. الروح أكيد المكسب ده مش جاي غير من الروح. يعني روحكو عالية جدا. يعني كلميني عن عامل الروح. أنتو كلعيبة. حسين إن فعلا الروح مهمة. ولا إحنا خلاص إحنا حسن لعبة فرقة في مصر. فخلاص إحنا نلعب بروح من الروح هنكسب. لا طبعا روح دي عامل أساسي يعني اللي بيفرعنا عن أي فرقة تانية. غير طبعا مستوى اللعيبة ومستوى الجهاز الثاني. الروح دي طبعا حاجة أساسية جدا. بتحافظوا عليها إزاي يعني. إزاي بتحافظوا إن دايما. خاصة المطشات الأولية في متشكة بتخلص حاجة واربين أربعة. وحاجة واربين خمسة. تحافظ على الروح إزاي. يعني عندك متوفيشن تنزيل تلعب. المطشات الأولية دي إحنا خدها إنها كتدريب. للمطشات اللي جاية. يعني إحنا كل الفترة اللي فاتت دي. كانت لسه فترة إعداد للمطشات اللي نهدخينا عليها بعد فترة التوقف دي. فطبيعا إحنا منتفيه من أول موسم. إحنا عايزين نحافظ على المطشات دي. فإن إحنا منتفيه من أقعاش ولا مطش. عشان كده يروح بيتيجي كل مطش بتاعلي. فإنت حتى لو مطش ضعيف بتاخدوه كتدريب. بنياخدوه كتدريب طبعا. نطبق الكلام الكوتش. ونبقى جهزين عشان لما نلقى بالمطش صعب. تبقى يعني 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 بيتحول المباراة. من هو مباراة ممكن تبقى وان ساي الجيم. إن هي مباراة أنا مش بسط النتيجة. أنا بسط إن أنا عايزة مرة. أيوه نجرب الحاجات مثلاً اللي جربناها جديدة في تمرين. بنجرب تاكتكس جديدة. فلا يعني المطشات دي مش بناخدها. مثلاً مش بالمطش إن هو مطش ضعيف أو قويح. هم ننزل نلعب كأنه مطش فاين العيب. أنا بسراحة في البرنامج انتقدت. إذا عنكم. أنا انتقدت في البرنامج. إنه فرق المشتويات ده مقاش في استفادة. معلش يعني. أنتم متعلقوش على كلام بس. أنا بقول اللي شفته. إنه لازم تكون مستويات قريبة. عشان بقي في استفادة لكل الفريقين. إن أنا ما نفعش أكسب حاجة واربعين أربعة. أو حاجة وخمسين عشرة مثلاً. ده مفوش استفادة. بس إنتوا قرفتون إن أنتوا قلبتوها استفادة ازاي. إن إحنا منازل نتمرن بنقدل علينا. وعشان ناخده كتدريب. خلينا نتكلم على انتريسنا بتديس يا ليلة صح؟ عامل ايه في الحمد لله. شفت كتا عجال على أول مولت الدراسة. ليلة دحكت. بالترمى عندما بالترمى. قولي لي أنت في سنة كان. أنا في سنة تالتة بزنس. فطبعاً عامل ايه؟ أول مولت اتحكت طبعاً. مش بيه. طبعاً بتعبلي بتوفق إزاي. خاصة إن خلاص بك كورونا بح. بقينا بالروح يا باشا كل يوم. بس يعني أنا عندي. أنا بدخل في الحاجة بأفصل من أي حاجة تانية. وأنزل التمرين أفصل من أي حاجة تانية بور. عندي مثلاً امتحان. لا خلاص أفصل من أي حاجة. طبعاً يعني الكابتن بيقدر الكلام ده. واللي بيبعنده امتحان. يعني اللي بيبعنده ظروف خلاص تماماً ما فيش مشاكل. بس فأنا يعني بسعيني برضو إن أنا أركز مثلاً في الحاجة أنا دخلاك. جماعتك بيدة عن نادي؟ أنا في القبور. ده أنت مشوار مشوار جداً 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 جداً. زمان بابا ماما يعني تعملين معاك جداً جداً جداً. طيب يعني أنت ساكنة فيه؟ الشروق. يعني طب مين يوجد دين؟ يعني لا مشوار. بس قولي الشروق من القبور الدنيا عريبة شوية. بس أنت تنزلي الصبح ولا ترجعش غير بالليل. أه برجع بالليل بعد التمين خط. أنا بس ليه بقول كده بقول لأن الرياضيين بتعبوا. مش بس إن هو بيتعب في الملعب. غير كمان أنا عندي غير جماعات. هنا عندي موظفات. يا ناس بتشتغل. يعني أنا صار كمان الخلية اللي يدخل معنا في جزء التاني وكده هي مهندسة. بتخلص شغلها. فين صار يا جماعة؟ مش هستنى الفكرة. عندي كده مهندسة بيشتغل وعندي ناس بتشتغل كتير. يعني نص الفريق مثلاً أو سبعة تمانية بيشتغلوا. فده طبعاً بيأثر إنها كمان بيعمل. تمانينا دايماً بعد الساعة خمسة. عشان يقدروا ييجوا. كان عندهم جماعات طبعاً في المدارس أو الموظفات مثلاً أو بيشتغلوا. يخلص الصعب. مشوار طبعاً. مشوار طبعاً. مشوار صعبة. النجاح نادي الأهلي دايماً. هنتكلم على فرقتي. النظام. يعني السيستم هو فيه. أعتقد مش كل الفرق اللي في مصر زيهم. عندهم النظام. فيه نظام بيجوا في التمرين مكتدين جداً. مواصبين جداً على التمرين. أكيد. نادي الأهلي. نادي الأهلي بتلعب دايماً على بطولة الدنيا مختلفة. يعني هي عارفة اسم نادي الأهلي. وتلعب لنفسها. وتلعب لنفسها كمان. وتلعب نادي الأهلي وتلعب لإسمها. حقيقة طبعاً. يعني هم ييجوا عشان مصلحتهم كمان. أيًا كان المدارب النهاردة موجود بكرة مش موجود. وأنا بقول لهم الكلام دايماً. أنت تعملي حاجة لليك والناديكي. المدارب مهما كان هو مماشي. هقعد سنة سنتين. تلعب نفسك للنادي. ودائماً احنا بنشتغل على أخطاءنا. يعني دائماً هم في المرشات. والحد كلها ما يكون عندنا مثلاً محاضر فيديو. أو كلام وكده. لأننا دائماً بنتكلم على أخطاءنا. مش إجابياتنا بس. يعني معظمها بنتكلم يعني بنسبة 90% نحن نتكلم على أخطاء. مش من مؤيزاتنا. المؤيزات موجودة أورادي خلاص. أنا بتكلم على الأخطاء اللي أنا عايز أعدلها. بحيث أن لو هي نسبة 60% عايزة توصل إلى 80% أو 90%. بحيث أن أنا قل من الأخطاء. تقول لي كابتن وحدك كده وليلة موجودة. ليلة من اللعبات في الملعب يعني. هادية في الملعب. ولا ملتزمة تكتكياً يعني. وما تكسفش كابتن ليلة. لا خالص بص هو الحاجة. كل لعيب الطبيعي في الدنيا حتى المدرب ما بيخطأ. طبعا. أنا كمسة لأخطأ. أنا بتكلم على البيهيفيور. على التحصير بتاعها. هي لعيبة يعني حماسية في الملعب. هي حماسية جداً. وما يكون بيحصل مثلاً فيه خطأ بتعمله بالنوع اللي هي بتعاتب نفسها. من نوع اللي كان ده. حتى ممكن بعد الماتشة أو بعد التمرين. أنا عايزة بتشوف مثلاً الحتة قلط فيها. فبنقعد نتكلم بحيث أن إحنا نقرب وجهة النظر بحيث أن أنا ممكن لأي نظر مفهود أنك كمدرب. هي مفهود أن أي لعب بيسمع كمدرب بحيث أنه هو شايف بره أحسن. طبعا. بحيث أنه عايزة تبقى أحسن واحدة. ساعة أنا ممكن أبقى حسن بحاجة أو إذا وصل إلى مدير الفن. وهو اللعيب. اللعيب. لازم يكون مقتنع كمان من المدرب اللي قديم. هو أنه هو يوضح له خطأه بحيث أنه هو يصل له عشان المدرب دايما. أنا أريد أن أحسن واحدة فيها. أريد أن يكون له أحسن ناس في الدنيا. طبعا. طبعا. خلينا أقول لك كابتن برضو أن أنت قلت نقطة مهمة جدا. ويمكن الليلة هتأخذ رأيها فيه. لما بيكون اللاعب في الملعب بمكن ما يكونش هو شايف نفسه كويس. وهي قالك كلمة حلوة جدا. قلت لك أنا بروح لكابت محمد سليمان. اللي هو محل الحركة. ممكن أن أنت بشايف الحركة كويس. هل هو بيوصف لك الحركة بيديك فيديو يتفرج عليه؟ بيعمل إيه الديالوج اللي بينكم. هو دائما بيصور الماتشوت بتاعتنا. يعني سواء ماتشوت قوي أو لا. إحنا بس زي ما أنتم حريكين. إحنا برضو بنتطبق حاجات في الماتشوت ضعيفة. فمحتاجين نشوف هي نكعة أو لا. كذلك برضو في الماتشوت القوية. يعني بيصور الماتشوت. إحنا زي ما كابتن ياحيا قال. إحنا ناخد نشوف أخطائنا. يمكن الفيديو ممكن كله نوعد. دلوقتي كله نفرج على أخطائنا. ممكن آخر مثلا كورتين حلوين عملناهم. نشوفهم بس عشان يعني نكررهم تاني وكده. طب انتم في العادي بتسجلوا الماتشوت الليلة. يعني الماتشوت المهمة بس اللي بتسجلوا. ولا ما بتسجلوش خالص. يعني السنين اللي فاتت. لا السنة دي. السنة دي بنصور كل الماتشوت. يعني الحاجات لو في ملعبنا بنصورها. كابتن محمد بيقطع ويريقوا الفيديوهات. لشان في الأول في الآخر برضو كل واحد يشوف أخطائه ايه. وفي الآخر كله في مصلحة الفرع. يعني يعني. كنت محمد مش شغال فيديو بس. كنت محمد شغال. كمان والنسب كلها بتاعت الفريق كله. بتنزل مرة واحدة. ان الليلة شادت. داخل مسلا احنا نكلم في حتة دفعية. انه هو احنا الدفاع بتاعنا. في مشكلة في الحتة دي. هو معا احدث برنامج. انه هو يبين ان الليلة مسلا في المكان ده. حصل منها اختراق كذا. بكل واحدة بالاسم. حتى لدرجة انه يقدر يطلع. يقدر يطلع طبعا. يقدر يطلع ان احسن واحدة مثلا. في المشارك كلها مين. او احسن مرش واحدة النهاردة. إذا كانت دفاعين او هرجوبين. ده السيستم بأسرهم عارفين. كانت محمد بيبعثتهم من كلام ده يعني. مثلا الليلة. محمد قال لي ان الليلة عايزة مني. مثلا شوات حاجات تفرغ عليها. ديها. دي مصلحتها بحيث ان كل واحد يشوف مميزاته. واتمنى ان شاء الله ان انت تستمر على ادائك. ودائما تسندي الفرقة. بطبعا يعني بادائك. وادائك الرجولي. اللي هو دائما منقول انه هو حماسي. انا باش بحريك وليك وتمسوط. لا طبعا ده الشرف لينا وانتو الابطال. وده برنامج الابطال برنامج. عزيزة مشاهدين هتطلع الفاصل. عشان استقبل لعبة الفريق صارة الخولي او المهندسة. صارة الخولي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. من رحب بلعبة الفريق او المهندسة واللعبة. صارة الخولي اهلا بك يا صارة. اهلا بك يا صارة. مهندسة يعني طبعا تعبتي انت خريكة تتنشمس ما شاء الله. بس برابع عليك. انا دائما احب يعني اصدر اصدر الطاقة الايجابية. انه عمر مدراسة ولا الشجر بيعطل. لا خالص. موضوع يعني تنظيم وقت. او. يعني احنا اصلا اغلب الفرقة كده. يعني في مهندسين وفي ده كترة. في ناس دخلت. عندنا مثلا واحدة دخلت جامعتين. ايو سي وجامعة كاهرة. او. من خالد دخلت سياسة واقتصاد كاهرة. وايو سي حاجة برضو تبع الاقتصاد وكده. ما شاء الله. لا ده انتو جينيس. او. احنا فرق. اتسيطر ازاعة واقعيات دي يا كابتن يحيا. هم رسلتين علي الله. او يعني. انا عرفت ليه كابتن يحيا قاعد دلوقتي. ايه يعني انا. لا يا كابتن. لا يا كابتن. لا يا كابتن. لا لا بس دلوقتي خلاص ده ما شاء الله. ده هو العلمك بقى. كان تحدي ليه. هو طول عمره شغال مع الولاد. والترانسفير اللي حصل ده وجالك في وقت ايه. بعد كورونا استلمت المهمة. ايه. صح. شفت ان افاكر ازاي. ومع ذلك حاولت تترجع الدول. لازم بس هم تابوا. يعني هم امانة مش جاز بس سوليطار. كان الجاز اللي معي. بس هم تابوا معي. عشان هم كانوا عايزين برده. النقطة المهمة قوي. هم دايما هم ابطال يعني. في ناس اصلا رجيت كان هم ابطال. صحيح. فما يخفق سنة دي عشان يرجع تاني. فعملوا مجهود مضعف. كتير بصراح. هم تابوا. فلاش باك شوي. من ساعة ما الموسم نخسرنا فيه. وجدت كورونا اللوك داون. وقعدنا فيه سبع شهور او ستة شهور. وبعدها رجلنا نتمرن. كان الدوري بعيد. كان فرق البعاماتشاط. تحولت تترجع. وكلميني من الفترة دي. لغاية دلوقتي. سريع عن ايه الصعوبات والدنيا كتنمشي. احنا فترة دي. كان الحاجة الوحيدة. اللي خلتنا ان احنا ما نعرفش. ان احنا ناخد الدوري السنة دي. ان احنا كنا نفسيا واقعنا. لكن هو احنا ورد كنا تمرننا ستة شهور او سبع شهور. تمرين يعني بصراحة. كل واحدة اشتغلت على. اللي نقصها الجهاز كله. اكتمل مع بعض وتاني. لكن هي مشكلة ان احنا كنا نفسيا واقعنا. سيزن دا خلاص. بعيدنا. بعيدنا قوي يعني. برابر انت حاولته. اه حاولنا كتير. بس خلاص كان فيه فرقة كذبتنا في الدوري ثلاثة اربع مرات. وانت مش اخدينها كده. مستحيل ان احنا هنعرف نكسبها في فاينل. وهي كذبانينا طول السيزن. نعم. بس. طيب الموسم اللي بعد كده بدأته. اه سيزن اللي بعد كده احنا احنا اشتغلنا بقى. بصراحة يعني كنا في الاول برضو كنا خايفين. على اساس ان احنا طب ما احنا اتمرننا طب ومكسبناش. حسنا ان احنا ناقصنا بموضوع نفسيا اكتر. براب. اشتغلنا على الحتة النفسية. اه اشتغلنا على الحتة النفسية قوي قوي بالذات. غير طبعا الاعداد بقى كان من اول وجديد. كل حاجة جهاز جديد كل حاجة كانت جديدة. كانت صعبة السنة دي. اه. لانه عنف زوجيات. يتكمل في الدروب. يتطلع من الدروب. اه. هي كانت تشالنج. يعني هي كانت. اه. يا اما بقى هنركب تاني ونرجع لمكاننا الطبيعي. يا اما هنفضل ننزل ننزل. بس. طيب. انت على المستوى الفردي بقى. احنا تكلمنا على المستوى الفرع. اكيد وقلت اسألت السؤال ده الليلة الحقيقة. وهي قالت لي انا بشتغل على انت. انت كلاعبة بقى. او لعبة مهمة في الفريق. بتيجي تشتغل على نفسك ازا. انتكلم على بداية الموسم. ايه المشاكل اللي كان عندك الفنية. طورتها ازاي. حاطتي بلاني نفسك ازاي. مع الجهاز الفني. بص. هو احنا عموما يعني اغلبنا. بيبقى. ده مش انا بس. يعني. احنا كل واحدة بتخرج تحسب نفسها. تشوف هي عملت ايه. ايه عيوبها. ايه. مثلا نسبة تخلصها النهاردة ما كانتش قد كده. طب ايه السبب. انا محتاجة اشوف كتير. محتاجة مثلا اقوي رجلي الدفاع ما كانش احسن حاجة. هي كل واحدة بتقيم نفسها. غير طبعا الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها والحاجات دي. وبس بنقعد نشوف انا ناقصني مثلا كذا. اتكلم مع الكابتن. او هو كابتن اقراضي بيبقى عارف. طبعا 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 طبعا. الويكنس بوينت بتاعت كل واحدة يعني. نقاط نقاط الضعف طبعا في كل لعبة. بس فبنشتغل عليها وخلاص. انت على المستوى الشخصي اللي كان عندك مشاكل. انا سألت كده برضو لي. ما تتحكيش قولي. كده يعارف بقى كل لها. كل لها حاجة بس انت. بداية الموسم فترة الاعداد. ايوة. حضرت حوالي اسبوع وتعبت. صارة؟ اه اه. جالي الغدال الدراقية. حاجة زي كده. اه فقابت حوالي شهر وشهر وشوية حاجة كده. اني ترجع بسرق اه طبعا. ما فيش مجهود. انا عاد شهر ونص كمان بقى تعالج. وكنت كنت. واول منزلت بعد الشهر ونص ده بقى كنت انهيار يعني. ما كنتش عارفة ان انا اواكب مع الفرقة. كنت بدنيا. اه كنت بدنيا بعيدة عنهم. وكنت خايفة قوي. يعني كنت خايفة ان انا ما اعرفش ارجع. لا الف سلام عليكم بجد. وكانت الله يسالي. طب دلوقتي احسن. اه لا الحمد الله خلاص. يعني الموضوع ده او الشكوى ده اتأخر. اه خلاص. الحمد الله. انت كابتن عندك مشاكل كيف. احنا ما نعرفش كده. احنا كل حلقة بنيجي نقول الفرقة بتكسب. ما نعرفش حجم الجهد المفزول ورا المقصد ايه. بدنيا قبل الدولة اصلا حوالي باسبوعين تلاتة او شهر. عندي طبعا كانت غادا اعتزلت مفهود عشان هي. حارس مارمال فلي. اه بالزبط اه. فمعنديش الموني طبعا. وما خالده كان اي الحوش. فقبل الدولة بحوالي بتلق سبيع او شهر حاجة كده يعني. جلق خلع في كتفها. خلع كتفها دي يعني انت ما عندكش اللاجونين بس. الف سلام عليها. فدي كان عاملت رجب بالنسبة لي طبعا اني ما عندكش جل تالت كمان. مفيش. والجل بتاع الفين واثنين. من السيد دي مع متخب مصر الفين واثنين. فدايما كنت بساعة دايما جول من الفين واربعة. ويلعب معي. بقولك لعب. يعني انا مسلا لو انا. لسه ما بدأتش الموسي وبدأ بجل واحد. يعني انا لو لعب القاهرة. ولعب مسلا الدولة الغادية. خمسة وعشر متش. وما منهم سبعتاشر متش في جول من الفين واربعة لعب معي. سبعتاشر متش دايما. مثلا من خمسة وعشر متش. جول من الفين واربعة. ده غير الاصابات اللي ببقيت الفرقة. اصابات كتير. انا عندي اصابات بتوعب بالشهر. والشهر ومص وكان ده كله. يعني صارت في الداية الموسم كده باسم الله الرحمن الرحيم. شهر مش موجود. ولما ترجع. بالضبط. والاصابات عارفة انت لو عندك اسمين انكل او عندك جزعف. والحاجة بتخف بسرعة. الحاجات بتاخد دواء. وبتلاقي نفسك بترجع جسمك عايز ينضف من الدواء اللي انت بتاخده. بالضبط. فانت الحقيقة لأ انت كده عندك مشاكل. يعني انت كده اللي بتعمله ده. احنا ليه حرسين على الحلقة النهاردة عشان انت بعارف. لازم ده استعرف الناس بتكسب ازاي. مش بس ان احنا بنقول مكسب. احنا لو نقدر نزيع ما تشكل نزيع. يعني انت مثلا مسجل 18. وما يكون عندك مثلا نصابات اربعة. وهم كمان غير الاربعة مثلا. في صابات بتاخد بالاسبوعين وثلاثة. وفي شهر وثلاثين. بفي عندك حياة خفيفة في الفريزة نفسه. اللي هو جوة. يعني اما يكون عندك. بالضبط. اما يكون عندك. مثلا ما يكملش فبتستعين طبعا من الفين واثنين. مثلا اللعيبة وحده كلها. بس هما اتعودوا ان انا مثلا باعتمد على. بص على حياتي. كل فريق لازم يبقى لي عمود فقري. طبعا. العمود فقري ده موجود. بتبني عليها حال كتير. اسكان دفاعين او اسكان هجومين. وهم في وقت الشدة. بالرجال. بالرجال وعارفين. دايما انت بتقول كده. دايما انا. دايما لازم اشكرهم ان هما يتعبوا معي طبعا. مشكرهم. مشكرهم على السلام اللي فاتي ان هما. واست ضغطي نفسي. ان هما يكسبوا. بعد ثمن شغول يرجعوا الترب بطولات. اكيد باشكرهم. حتى باشكرهم من فترة الفريد. بس انا دايما عايزهم للأحسن. دايما يعني زحاب بداي وزعلهم. بس انا عايزهم احسن. طبعا. عشان انا عايزهم يشكلهم كويس. دفاعين وسكان هجومين يكسبوا. ان انا دايما بقول المدالب مش. مش موجود على طول. النهاردة بقول مش موجود. هما بيعملون نفسهم. بيعملون نديهم. والاسمهم طبعا دايما حاجة ايه. طب قول يا كابتل مصار قاعدة كده. مصارة مهندسة بقى وبتقعد ايه. المهندسين دايما بش. اه بتناكلف بتناكلف. شكرا يا كابتل. شكرا. انت عايز تتعرفه. انت وفرت علي الدول. بتعايز تتعرفه. اصد بالك انا مهندس. فانما كنت بقعد مع مدير. لازم لازم المدار المدير فني هديني تعليمات. افهم ليه. ايوة جدة سنم. لا اهو انا كمان من النوع اللي بحب اعرف. مثلا ده حصل ليه. انا عادي اعرف دلوقت. ده حصل. نوعنا تناقش. ده حصل ليه. ما هو انت كذا. او لا حاس. ايه يعني. انا ورد انت مقتنعة. لا مش مقتنعة. فهو صراحة. طب حنا سنقع في البتش ثانية واحدة. عشان اعطلها كسارة. ما هو ده ببقاش في المرش. بس خلي بالك. بقاش في المرش ده بقى دايما في تمرين. بس خلي بالك. وانس اقتنعت. بتلاقي اداء تلي خالص. انسى. انا بقول لك يا كابتن. هو الأساس اصلا مش مقتنعة في التمرين. هو الطبيعي ان انت كلعيب. بتبقى مقتنعة بالمدرب ده من اول ما ييجي. ولا مش مقتنعة من دي. ان اللاعبش زغير حتى وعند عشر سنين. بقرف ان انت هتفيده ولا مش تفيده. بيقرأ يا كابتن. يا كابتن. دلوقت القنوات المفتوحة او السوشيال ميديا. مكانش المدرب داخل على اللعيب يفاهموا ان انا فاهم وعارف بتاع. الموضوع ده فمتال خطورة. بس اقول لك على حاجة. اخر مرش بالنسبة لنا كان مطش الشمس على ارضنا. في اليوم ده كان مصد كلها مطر. فالصارة تغيرت. انا كنت خايف جدا. انا شو عارف يعني. انا بقول له خايف جدا بايه. ان اللاعبات ما تمرنوش في الصارة بتاعت شوها ده. والدنيا متعبلة كالوطر. الابعاد مختلفة. انت طبعا شالوا البسكت والفول وحدة كلها. الملعب تحس ان الصارة كلها ملعب هنديبول. فحاس ان العرض المفوض عندنا في ملعب الطبيعة في الصارة عشرين. انا كنت حاس وانا برا ان هو تلاتين متر. اكتر. انا حاسم عندي. انا فيه فاست بريك في الماتش ده شوته. من برا التسعة. ومثلا من على 12 متر. عشان انا خفت. انا اول ما استلامت الكرة. افتكرت ان انا وصلت للستة فا هشوت. جيت انوت لقيت نفسي بعيدا جدا يعني. طب جات جون؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. لا لا بخلي بالك. ما اتمررناش هو كده الخوف كله. احنا ما اتمررناش على الصالة. هما مش بتعوضين عليها. اما اخر حاجة اللي لعبوها دي كان من سلاتين تلاتة. كانوا بلعبوا بقارية افريقية. ما لعبوش تاني. اه بالضبط. فانا هما انا كنت الان انا. نحللها مع بعضها. طينا نحلل ساعتها اه. بس انا كنت خايف. بوضل هو ايه. مش على الابعاد. مش الرؤية بتاعة اللعين. بس كسبنا كتير الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. هما هما احنا بدانا اصلا. بدانا مش كويس. الحمد لله. كنا اثنين تلاتة. بس سبعة دربة ساعة الدنيا كويسة. اوه ولينا خلاص. وشوء التاني الحمد لله فتح. طب استاذ انكم نطلع فاصل اعزائي المشاهدين. ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع سيدات ونجوم. كرة الاد للسيدات. لكن بعد الفاصل. احلم بحضراتكم الجديد. ده صار اجيلك. يمكن منتخب مصر. للسيدات. وده حلم الحقيقة على المستوى الشخصي. ده حلم لي انا. وانا عارف من كويس الاتحاد. انه في مشروع قرار. لانشاء منتخب. انا مصادري يعني. بتقول انه في ان شاء الله مشروع قرار بيدرس جيدا. شايفة احنا لو تأسس المنتخب ده. وخد الاهتمام. زي اللي بياخده فرقي الرجال. شايفة ده. احنا ممكن نحقق نتيجة على الصعيد الدولي. مهادي بوينت بتاع. خد الاهتمام. اللي بياخده الرجال. يعني. هو فكرة ان انا ماشي. انا هكوم منتخب. وهيروح يلعب كمان شاء. افروكيا. ماشي افروكيا. ومش هامل حاجة. يعني. لكن انا بقى اكوني منتخب. وافروكيا لسه قدامها خمس ست صهور. سافر معسكرات. احتكب الفرق. جمع كل اسبوع ازاي ما بيحصل. واحتكب الفرق القوية اللي في الدولي بتاع مصر. وبعد كده بطولة كان فيه اجازة. سافر اعمل بطولة ودية. في بطولات ودية كتير بتتعامل. لما اجي انا بقى اروح العب. في الطولة افريقية. واجيب المحترفين بتاعي اللي بره. ما انا عندي محترف. انا عندي اتنين. عندي اتنين اقوية كمان. بلعب افراز. اه. وعندي مروة عدة هدفة الدوري في فرنسي. مروة ورحاب. والاتنين ببنات النادي الان. فانا بقى هرجع دول والعب. اكون عليهم على اساسهم فريق. طبعا هكسب. وطبعا. مش اكيد مش مكتلوب مني المكسب. من اول مشاركة. لأ. ان انا اجيب دهب. بس في نفس الوقت. لا. هنافس. انا موجودة. انت خطومس مش اقلم انها. بس. يعني بصراحة. اه. انت شايفة ان انت بسابورت الفكرة دي. اه طبعا. هو ده كان قرار. هو جي متأخر. بس الحمد لله انه هو جي. يعني هو. كنا حاجة احنا مستنيينها. كان ماركت اللعبة بدأ يقع. البنات بدأت اللي هو. طب خلاص بقى. بقى. اه يعني خلاص ما انا لابت فرستيم كذا سنة خلاصها بطل. شرف تمثيل مصر ما بنالوش. طبعا. اه. بس انا الحقيقة بحايل اللجنة اللي بيديه للتحاد الوقت. لانه فكر. اه طبعا. طبعا. وكمان العقود. فكر جديد. هما اقروا من السنة دي اخر سنة. السنة الجاية لازم عقد. اي لعبة بتلعب في الفريق ازي زي اليد. انت بتبتسم. انا انت متوقع السؤال. شايف ده المصلحة اللعبة يا كابتن او لا. بس اكلم على الاول. ابل الموضوع الموضوع المنتخب السهليات. مفروض انا كلاجنة او اتحاد موجود. ان انا مفروض ان انا عمل بلان. مش البطولة الجاية ولا البعدها. انا كمان خمس سنين انا هعمل ايه. مفروض معيش بس انت او بلك كتير او ما دخلتش. معيش محتروم يعني انت عندك. جولة توني السبقونة. اربع خمس ست دول قوية. صحيح. يبقى انا مفروض حد بلان اول بطولة. وتاني بطولة. وتاني بطولة. وتاني بطولة. ورابع بطولة. عشان تخش من اول بطولة. او تاني بطولة تخش. تاخد مدالية الدنيا صعبة شوية. الدنيا مش من يوم وليه لدنيا. يعني انت شايف ان البلال ما تبقاش مرحلة انتقالية. حسن هو ما ينفعش في الدورة المصري لازم احتكاك خارجي. لازم تبقى احتكاك خارجي معيش. بس ادوهم اهتمام الولاد ان هم بيعمل معاسترات خارجية ويعمل احتكاك برا. السبق ان انا ان انا همرا هنا دوري. وعدنا سافر من الدورة المصري. اعمل مشارات وديها معندية. وارروح اصابر بيها من اجل احتكاك خارجي ما ينفعش. لازم معاسترات خارجية لازم احتكاك خارجي. واسجور. انت سنة حوالي التسعين لما جابه برو تيدمان اللي بتاخل مصر الاول. كان يقومون بداية فاس عالم به زمان. فما جيه قال لك انا عايز خمسين مطش دولي في السنة. عشان يحقق خمسين مطش دولي في السنة. ده الرجال. الرجال. لازم احتكاك. صحيح. يشوفوا ايه الجديد بالنسبة لهم احنا كمدربين نشوف الجديد. ايه العناصر اللي قدامها اللي هتلعب قدامها. مش انا احتكاك في الدورة المصري مع احترام يعني. واجه يقولك روح لعب بطولة افريقها ما اشوفهم. وانتخب الرجال قوي عشان كده عشان الاحتكاك. وحنا اعمل ده وفرد ده كلام ده في برنامج ده. ده ده ما وضوع. لازم لازم فيه بلان لها لكم سنة قدام. وعلى عمار سنية محددة بتدعيم من ال. اعمار سنية محددة بس ما لازم نجود خبرات في لازم فيها. هي تبقى استركشور. في ده وفي ده. انا لازم عندك ده عشان يشيل ده لغاية ما يكبر شوية ديله سنة سنتين تلاتة يكون هو يقدر يشيل المسئولية لوحده. ما ينفعش. هقولك ما ينفعش ان انا اقول مثلا اعمل منتخب مثلا مصر من الفين واثمين و الفين واربعة. طب الخبرات فين محطونا. بسايد النقطات. انت داخل البطولة مسلا السنة الجاية وكمان سنتين وكلان ده كله. خلي الخبرات موجودة. كذا هنص الخبرة بحيث ان انت تدعمه بالشباب وبعد كده هم يشيل الليلة. موضوع العود ده. حاجة كويسة جدا طبعا. انا ونادي عملنا كده. طبقنا موضوع العود. انت عندك عود بس مش مش مرشوش دعوة الاتحاد. لا مهو بعد كده تبعت العقد اللي اتحاد. انا اتكلم ان انت كنت عامل عود بالها مثلا تالس سنة واربعة سنين مش رسمية. ده العقدك بينك وبين اللاعب اللادي وبين اللاعب بس. اتفاق ما بين اللاعب بس. اما دلوقتي المفروض العود اللي هو يعملها دي هتبقى زي الرجال بالزبط. العقد هيجيلك ان عندك تمنتاشر بنت مسجلة. هيديلك تمنتاشر عقد. هيديك. الطبيعي. هو قال لك لازم اتنين بس. يعني انت مثلا كنادي عايز اجيب من بره. اتنين بس. مش شاب ده عدد كتير ولا قليل. بس احنا عند الناس مش كنا فدحنا النادي لأهل بتاعلي. هو اتنين كوي. بس مانشي. بس الموضوع كله انت كنادي هتعمل عود. في جزء منه عرض وطلب. ان فليسكو بار. طب انت مثلا عندك مثلا خمسة بار ستور بار عدهم. او عندك عشرة من اللي موجودين. مثلا دلوقتي هم قاعدوا تلات سنين بتوع مثلا اللي هو النادي. انت هتقدر تدوم ازاي دي. حاجة طبعا بهم بتوع النادي. يعني انا بالنسبة لك مدول فني في رئيس جهاز. كابتن يسر الرملي. في كابتن رؤوف. هم اللي نادي. هم اللي محفوظون ان هم يعودوا مع اللعيبة. هتكلموا مع اللعيبة. انا متكلمش انا عايز اللعيب. انا عايز مثلا صورة. عايز ليل. عايز فلانة. قيمتي دي. انت انت كنادي انا مش دعوة كمدير فني ان اتكلم موضوع فلوس. عمر ما دخلت موضوع فلوس. ودمنا دل احلي كله عمره كده. من ساعة ما يتلوم انا موضوع فلوس. انت عندك رئيس جهاز. تفضل دلوقتي كابتن ياسر. كابتن رؤوف. لحد كلها. انت مفروض تواجه لحد كلها. بس انا عشان. احط رجل على رجل والكلمة لحد كلها. لازم اكسب. طيب قصدي. انا كلاعيب لازم اكسب. انا بقيم نفسي. انا باللوقتي خلاص. انا بقيم هو عشان لما جاء تعاقد. لحاجة كويسة النهدي. انت حاجة عملك اهو. حاجة كويسة جدا. لازم انا عرض نفسي. انا عرض مستقيم. طلب انت بالنسبالي. انا النهاردة. ما عايش بس. اي لعيب جامد. بحط رجل على رجل. انا عايز. عشان. اكس زد. واتيف. بل الضبط. هو انت اللي بتتم من نفسك. فهم او صديق? طبعا هم هعطيني شروط بتاعات حاجة شروط. ان هو لازم يكون. في اتنين بس اللي انت يدر اجيبهم. او اي نادي التاني. بس اولا اعتقد. النادي الايه دي هو احسن. حاجة باتيام دي كل دي. طب انت شايف الاقود دي يا سارة. الاخبار ايه. يعني حاجة كويسة انت فرحانة بيها. اه طبعا. هي هتعلي الماركت بتاع اللعبة. هتعلي. ده مستوى دوري السيدات في مصر لكرة اليد. زي البسكت. زي الفولي. زي. دلوقتي انا مثلا ما اقدرش اتحرك من النادي بتاعي. الا وانا مثلا واخدل استغنى بتاعي. او انا عاملة كذا كذا. هو بص. طو بيه اونست كيك اللي بيلعب في النادي الاهلي او ابن النادي الاهلي. مش افكر لو حيحد. بيبقى صعب. بصراحة يعني طو بيه اونست بيبقى صعب. معاك 100% ايه. لان احنا اهلنا بيبقوا اهلوية. مش اهلوية بس. الواحد بيطلع برا النادي الاهلي دلوقتي والله العظيم بيحس بولي غربتك. ويبقى صعب ان اخرج. وبعد السنين دي. انا من يوم ما لعبت. منوانا عندي ست سنين. وانا في النادي الاهلي. فلو النادي الاهلي بس امر هنفس. او. فاننا دلوقتي لا. بس دلوقتي هيعلم وايكت بتاعي جوة النادي. مش كل الاندية النادي الاهلي. مش كل الاندية الاهلي. اه طبعا. فانت بتكلمها ان جنرال. اللعبة هتبقى بروفاشنال. ان جنرال بروفاشنال بطريقة محترمة. يعني ان انا دلوقتي لا. الاندية هتبدأ تدفع للعيبة. عشان تقعد. عشان يشتركوا. عشان يحققوا. كل النادي هيحاول يجيب اتنين كويسين قوي. عشان يعملوا له. واللعبة يحافظ على مستوى الشهي التجديد. اه طبعا. وخلاص. اللعبة هتبقى مور بروفاشنال. احنا ارادة في النادي الاهلي واخدينها بروفاشنال. من زمان. غير الاندية التانية. لكن اكتر بعد موضوع العقود ده. هيبقى خلاص ده. هتبقى حاجة تانية. يعني. فيه تايم يو هف تو تشوز. طب هو الانتقالات هتبقى ازاي عادة خلاص انت فري. ولا ليها عمر معين. هو دلوقتي قرر الاتحاد. ان اي حد لعب سنتين. فري. فري. بعد ما يطلع من الناشئين. يلعب سنتين فري. كأنهم حق رعاية. اوه. كأنهم حق رعاية. طبعا احنا في ناس بقالها. بس سنتين دول بعقد. بس سنتين دول بعقد. برضو يا كابتين صح. لا. اي حد تسجل سنتين. هفري. مش فاهمني. السنتين اللي هو تسجلهم. هيكون مسجل بعقد. يعني دوقتي انت عندك حد. اصلا. هم دلوقتي معانش. هم دلوقتي بعود. هم حالين بعود. داخلية بتاعت المادي. لا انا اصدق ايه. القانون باصل راجع. ولا من اول السنة دي. اعد سنتين. اتهم اصد يا سر. لا ما اعرفش. بس تقريبا من السنة دي. يعني تقريبا. اللي خل. هو كان القرار مكتوب في. ان اي لعيب تم. لعب سنتين. درجة اولى. ده لعيب حر. ده لي حق ان تكون حر. بس. بس انتو اكيد فرحانين القرار ده كابتين بقى. اللاعبات طبعا. ده اكيد. طبعا حقكم حقكم. لسه طبعا. لسه طبعا. لسه طبعا. بالنسبة لي. يعني. دي اللاعبات. طبعا. طبعا. عشان حتة نفسية. ونوبة ده. ده حقهم. وكان ده كله. بس. النادي هو طبعا. طبعا. الطبيعي ان اي لعيب يوعد مع النادي. اقدر لقيته بشكل جيد. اكيد. انا بشكرك. انا الحوار كان جميل جدا. ولمسنا قديه الجهد اللي انتو بتبذلوه. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا خليك شكرا. صارة بشكرك شكرا جزيلا. وبرضه تضاي دايما. رب بشغلت ماجيك كده مع الفرق. ودايما بنكبة مع الكتش. بشكرك السوارة نورتيني وشرفتيني. والف مبروك على الأداء. الله يملك. اعزائي المشاهدين. ده كان لقاءنا النهاردة اللي حرصنا عليه. عشان تشوفوا. يعني المكسب بيجي مش من فرق. بيجي من جهد وتعب وعرق. بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا بإذن الله وحلقة جديدة مع الأمطال.